في تحدي لواقعها المؤلم ومطاردة لأحلامها راقصة البالي فيتوريا بونو بوشي بعمر السادسة عشر عاماً من ولاية ميناس جرايس البرازيلية استطاعت رغم فقدانها لذراعيها من الكتف متابعة شغفها في ممارسة الرقص ولم تبرع في تأدية حركات البالي فقط بل تجلت موهبتها أيضاً في تأدية الرقص النقري والرقص المعاصر لن تقف الإعاقة في وجه الأحلام ولن تطرق الخيبة باب القلوب المفعمة بالأمل هذا ما أكدته راقصة البالي فيتوريا والطالبة في أكاديمية أندري فالساريلا للرقص أنا لا أستسلم مطلقاً سواء في الرقص أو أي مجال آخر فبالمثابرة والإيمان يمكنك من أن تحظى بكل شيء لا تدع الاستسلام يطرق بابك أبداً الرقصة فيتوريا أضافت أنها لا تشعر أثناء الرقص باحتياجها لذراعيها بل هي تنجح بشعورها المفعم بالأمل فهي لن تسمح للإعاقة بالوقوف في وجه أمانيها أتبع الخطوات بعيني كما لو كانت ذراعية في مكانهما لا أشعر أنني بحاجة إليهما على الإطلاق نحن أكبر من إعاقاتنا لذلك علينا أن نطارد أحلامنا وتعتبر الراقص الشابة فيتوريا بونو بوشي مدعاة إلهام للكثير من الناس حيث تحظى بما يزيد عن 23 ألف متابعين على أنستجرام فضلا عن فيديوهات أدائها على موقع تيك توك التي من خلالها تسلج صدر المشاهدين بمهاراتها وكذلك رسالة الأمل التي تنشرها